يعني إنسان يصوم ولا يصلي طب عمله مقبول صيامه مقبول مع عدم الصلاة لعل الأخ يسأل يعني هو قال ينفع كده ولا ما ينفعش نعم شريك كريم الحمد لله والصلاة والسلام على نصول الله عليه الصلاة والسلام إحنا عندنا العبادة لها أركان وشروط إذا جئنا بالأركان وبالشروط صحة العبادة فالصلاة لها شروط قبل أن تدخل في الصلاة ولها أركان في داخل الصلاة لو حققت هذه الشروط والأركان فالصلاة صحيح ولا نستطيع أن نقول لك أن الصلاة غير صحيح هذا بالنسبة للإجزاء من ناحية الصحة لكن هو نأتي بعد ذلك الإشكال يعني الإخوة والأخوات ليس في أن تؤدي العمل صحيحا وإنما الإشكال هو في القبول في القبول يعني واحد في رمضان أو واحدة في رمضان ولا يصوم في رمضان ويصلي أو العكس أو العكس أو يصوم ولا يصلي طب ما هو الرب الذي تصوم له هو الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالصيام أي فأنا تعجب ممن يصوم ولا يصلي وهذا كثير إن شأن الصلاة أكبر وأهم من شأن الصيام فكيف تأتي بالصيام ولا تأتي بالصلاة فنقول الإشكال ليس في الصحة وليس في الإجزاء وإنما الإشكال هو هل يتقبل الله منك وأنت تاركا لركن من أركان الإسلام فوالله سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين فكيف تكون متقيا وأنت تصوم ولا تصلي إشكالي نسأل الله العفو والعفي رغم أنه نوصام يجزه صيامه ولا نمنعه من الصيام رغم أنه لا يصلي لا نمنعه وكله صوم هداك الله وحافظ على الصيام